ازايكم يا اجمل متابعين في الدنيا ها عامل ايه في الشغل والكلية وكل الحاجات دي اهو الواحد طال عينه على فكرة باباك فوق مع ماما وبيحاول معاه تاني امك دي راسها نشفى مش رادية حنى على الراجل ماهي بصراحة عندها حق تتجوز ايه بعد العمر ده كله عمري ايه يا بنتي امك لسه شباب يا دوب عندها 35 سنة والحاج لسه في صحته ومعندوش غير 40 سنة وبعدين بابا خايف عليكم عشان سايبكم لوحدكم في الشقة انتوا اغلب الوقت معنا وبتصرفوا علينا ما فرقتش كتير يعني وامك مش عايزة تحلل كل ده بقى جيها عليهم المعلم اسماعيل وعينه على صهرة وبيقول خلصتلي العربية يا نوح ادخلي جوا يا صهرة اتكلم المعلم اسماعيل بواقحة وقال ليه يا نوح هو انا غريب صهرة زي بنتي صهرة دخلت على جوا نوح قرب من المعلم اسماعيل ومسكه من هدومه بكوة وقال حسك عينك ترفع عينك عليها تاني ولا والله قدفنك مكانك المعلم اسماعيل نفض ايد نوح وزبط هدومه وقال الله الله يا استاذ نوح مش عايب تمدي ايدك على واحد كده ادوال دك هو بعدين انا طلبتها كذا مرة منك ومنبوك في الحلال بس انتوا اللي رفضتوا بس انا برضو مصر على رأيي ولو اخر واحد في الدنيا مش هدهالك ليه هو انتوا طولوا ده انا اكبر جزار فيك يا بلد طب هوينا يا اكبر جزار وعربيتك هيك انا رجعتها علشان مش هصلحها انت الخسران كنت هدهك بحقها حتتين لحمة اسماعيل مشي ونوح طلع سجارة ونده على صهرة بديق وقال صهرة يا صهرة صهرة طلعت وقالت ايوة يلا نطلع وما تجليش الورشة تاني ولو عايزة حاجة باتصل بيا وفوق محمد اتناهد وقال طب انت رفضة ليه دلوقتي يا مصهرة يا ابو نوح جواز ايه بس في السن ده بدل ما اندور على ولادنا يعني انت عاكبك بهدلتك دي كل شوية من شقتنا لشقتكم وانا مش ببقى متطمن لما بسيبكم لوحدكم ودخلت صهرة واتكلمت وفاق وقالت بقى كده يا كلبة اول ما عمك يجي تسيبيني وتنزلي قلت سيبكم لوحدكم يمكن يعرف يقنعك يا فوفة وبعدين مش هتوافق ليه ده باين عليه هيموت عليك ما تتلم يا بيت اديتي الاكل اللي بنعمك ايوة وبيقولك تسلم ايديك وفي شقة نوح محمد دخل ويلاقي نوح في المطبخ بيسخن الاكل وتكلم وقال ها عملت ايه رضيت محمد قعد بتعب وقال دي راسها انشف من الحجر نوح حط الاكل قدامه وتكلم بهدوء وقال انت بتحبها عصدك على مين وفاق مرة عمي انت انفكرني مش بسمعك وانت بتكلم صورة امي كل يوم وطاعد تحكي لها عن عشقك وحبك ليها كانت بنتي بضفرتين لسه لما جات من البلد عندنا هنا اول ما شفتها عجبتني عجبتني اوي وما كنتش بنام الليل بس كانت صغيرة قلت اصبر سنة ولا كنين وهكلم ابويا وقاله اني عايز اتجاوز بنت اخوه وبعد سنة ابويا مات وجات تاني مع ابوها في العزة شافها علي اخويا واول ما تم الاربعين بقى في الراحة والجاية يقول لي عايز اتجاوز وفاق بالتعامي عايز اتجاوز وفاق بالتعامي وما هنش علي اكثر بخطره ودست على نفسي وخطبتها لي ياه ده انت شايل اوي بقى انا كنت بموت لما شفتها بعد اسبوع من جوازها فرحانة وبتضحك وربك بقى رايد انها تكون من نصيبي ان شاء الله هتكون من نصيبك كل كل يا عمي الحبيب ربنا يصلح حالك وتاني يوم في شقة محمد اتكلمت صهرة وقالت صباح الخير يا عمي صباح النور يا حبيبتي هو فيه نوح لسه نايم امبارح قاعد يذاكر لنص الليل طب انا هدخل اعملكم الفطار وانت صحيح لشان هيتأخر عن الجامعة حاضر يا بنتي محمد كان متجه لقودة نوح لقيه طالع وباين عليه قصار النوم وقال ادخل يلبس بنت عمك هنا طيب وبقى اتكلم معاها بقى في الموضوع ده حاضر ويلا هتتأخر على كلية وبعد شوية نوح كان نازل وليقي صهرة نازلة هي كمان رايحة فين نازلة جيب عيش لماما طب طلعي هنزل اجيب وقلت طلعي فوق وانا هجيب لكم اللي انتو عايزينه بس انت كده هتتأخر على كلية بتاعتك لكن نوح كان سبها ونزل وفي كافتيريا الجامعة اتكلمت ميرال وقالت انا مش عارفة ازاي يعني تسيبي ابن الوزراء ورجال الاعمال اللي يعرفهم باباكي وعجبة ميكانيكي اتكلمت علي وقالت ليه وماله الميكانيكي شاب امر ومعتمد على نفسه غير انه معنا هنا في كلية هندسة شغال في ورشة عربيات وصراحة شخصيته جديدة وعجباني يعني شوية وقته هتزهق منه زي غيره نوح غيرهم انت متخيلة يا بنتي هيحصل فيك ايه لو اتجوزتي واحد زي ده كل حاجة بتاخديها في بيت ابوكي مش هتلاقيها عنده اللبس الغالي والعربية الاماكن اللي بتروحيها كل ده هتتحرمي منه ومين قالك اني هتجوزه هو كده هنخلص كله وهنشتغل انت عارفة كام عملية منياهم يخلونا نامل مشروعنا الخاص وتستكري نوح ممكن يعمل كده بقولك ايه يا ميرال اشوفك بعدين همشي دلوقتي عليا راحت ووقفت مع شوية شباب كان معهم نوح وتكلمت وقالت ها يا شباب عملتوا ايه في الامتحان اتكلم نوح وقال طب همشي انا دلوقتي يا رجالة ونبقى نتقابل بعدين عليا راحت وراه مسكت ايده وتكلم نوح بذيء وقال انيسة عليا انت ليه كل ما بكلمك او ابقى موجودة في مكان بتمشي علشان انا مش منهم يا انيسة عليا الشباب اللي بتمشي معهم يومين وتتسلي يا شيخ حرام عليكي ابوكي يبقى طالعينيه في الشغل وانت بتصرفي فلوسه اف انت نرمى قوي يا نوح يا حبيبي طب سلام سبنا لك انت التجديد نوح سبها ومشي وجه شاب من وراها وقال معلش هقصله بيحب بنت عمه ما تحاوليش معاه اتكلمت عليها بشر وقالت هتشوف هو اللي هيجري وراي علشان ارض عليه الميكانيكي ده وفي شقة محمد بص يا حبيبتي انت دلوقتي كبرتي ومشاء الله بقيت عروسة زي الامر ونوح ابني شابة اعزب وانتي بتطلعي عندنا على طول والناس هتتكلم عليك يا حبيبتي وحتى لو الناس عارفة ان ملكمش غيرنا وانتي ونوح متربيين مع بعض واخوات ده حرام يا عمي نوح ده زي اخويا انا لحد السنة اللي فاتت كنت بطلع قدامه بشعري اديكي قلتيها زي اخوكي يعني مش اخوكي هو اه في ناس بتتعامل مع ابن عمها على اساس انهم اخوات بس ده حرام وما ينفعش في الاول كنت بسيبك تهذري مع نوح وتنامي معانا بس ما كنتش اعرف انك هتتعودي على كده دحكت صهرة وقالت على فكرة لما تبقى البنت عدد 15 سنة ويقولك لسه صغيرة على لبس الحجاب براحتها كل ده الحجاب فرض مش على راحتها وعلى فكرة انا اللي طلبت من امك تخليك تلبس الحجاب حتى قدام نوح اتكلمت صهرة وقالت حاضر يا شيخ محمد منتوجيل غريب بجد يعني اي واحد عارف اساسيات دينه تقعدوا تقولولي يا شيخ دي حاجة والشيخ حاجة تانية حاضر يا عمي محمد ولما بقى الواحد في الشقة يا حبيبتي اطلعي براحتك اعملي الاكل ونظفيه وانا هرن عليكي لما نوح ينزل تعودي معايا شوية ماشي يلا قومي عملي الغداء قبل ما ييجي نوح وانا هبقى سخنه وعند المعلم اسماعيل اتكلم وقال امتى يلا اقطع اتنين حمر لست وفاق وبعتهم لها على شقتها هي وست الكل صهرة ما بلاش وفاق دي يا معلم البش مهندس نوح لو عارف مش هيرحمني اتكلم بزعيق وقال له بلا نوح بلا زفت لو مش هتسمع كلمتي يبقى يلا من هنا لا يا معلم انا تحت امرك نوح كان طالع السلم بعد ما رجع وشاف الصبي بتاع المعلم اسماعيل وقال له انت رايح فين المعلم اسماعيل بعت اتنين كيلو لحمة للمدام وفاقه وست صهرة نوح حطي ايده على كتفه وقال اه الست صهرة نوح جر وراه وقال له طب تعالا بقى يرحمك نروح ونشوف ونرجع اللحمة للمعلم اسماعيل اصلها مع جبتناش نوح جر ونزل بي وراحل محل بتاع المعلم اسماعيل وقال له اللحمة بتاعتك مع جبتناش يا معلم اسماعيل ومسكوا من هدومه وضربوا بالروسية وفشقت وفاق وفاق دخلت من البالكونة بسرعة ولبسة الخمار يا مري يا مري اتكلمت صهرة بخوف وقالت فيه ايه يا ماما نوح ابن عمك مسك المعلم اسماعيل تحت يا لهوي ونزلت هي وامها جاري بس قبل ما يطلعوا من باب العمارة نوح كان داخل وشاف شعرها اللي نازل وهي بالبيجانة وعليها الخمار اتجنن وتكلم بغضب وقال نزلتوا ليه اطلعوا فوق مش عايزة شوفكم بره الشقة تاني سمعين وفاق طلعت هي وصهرة تاني بسرعة ونوح طلع على شقة وفتح الباب ودخل وتكلم محمد بخضة وقال فيه ايه يا ابني مالك ايه اللي عمل فيك كده تشوف لك حل مع امها دي وتتجوزها بأي طريقة وتجيبها تتزفت تهيش معنا هي وامها مش كل شوية علاء الزفت الطين ده طالع بحجة ضربت المعلم اسماعيل تاني وكسرت راسه ولو ما تلمش ايه ده بس انا هنزل اكلمه تاني ولا اتكلمه ولا زفت ده ما ينفعش معا حاجة غير انه يقلل من نفسه وسط الناس خلاص ايه ده بقى وفشقت وفاق اتكلمت صهرة وقالت هو فيه ايه وبيزعق لنا ليه الزفت اللي اسمه المعلم اسماعيل بقت لحمة ونوح لما شافه تجنن منه لله مش ناوي يبعد عننا اف ده كل ما بعدي من الشارع بيقعد يلقح بالكلام وانا مش بطيقه مش عارفة مش هيتهدغر لما تحصل مصيبة حاسبي الله ونعمة الوكيل وفي جزارة المعلم اسماعيل اتكلم الصبي وقال انت كويس يا معلم اتكلم اسماعيل بشر وقال بقى حتة عيل يمدي ايده على المعلم اسماعيل اكبر جزار فيك يا حارة ها اقمر يا معلم علم لي عليه علامة يفضل فاكر بيها مين المعلم اسماعيل وتاني يوم اتكلم محمد وقال ها قلت ايه يا مصهرة انوح كان قاعد بديق وقال وهي لسه هتفكر كمان شفت شفت ابنك وانبارح بيزعق لنا انا وبنتي علشان نشوف فيه ايه وحضرتك مختيش بالك ان بنتك نزلة ببجامة عادي كانت لابسة فوقها خمار طويل هو وزفت التاني عاتق خمار والانقاب بنتي ملهاش زنب لبسها محترم ومحتشم العبع الرجالة اللي مش عارفين يحموها اتكلم محمد وقال لا دي هبت منك قوي يا وفاء وبعدين ملوض راح كسر عظمه وكسر له الجزارة نعمل لك ايه تانية ست وفاء نموت لك نفسنا وفاء احرجت لان الكلام طلع منها بالغلط وقالت اهم انا ما كانش قصدي بس ابنك هو اللي عصبني بصي بقى انتي من الاخر هتوافقي على الحج هنعمل كاتب كتاب واعطى عودي انتي وهي مع والدي وانا هقعد في الشقة اللي اشتريتها اتكلمت وفاء بتوتر وقالت بس يعني انت كده هتبعد عن والدك و لا ما تخفيش ما نبعديكم بكم شهر هكتب على صهرة وهتجوزها واخدها بقى بس الحد ما ده يحصل هتعيش معاكي انتي والحج اتكلمت وفاء وقالت وفرض هي مش موافقة ان شاء الله هتوافق شوفي انتي موضوع الحج دلوقتي موافقة بس بشرط نوح بقلة صبر ايه كمان تبطلت حاكمتك في بنتي في الاول كنت بتقول انا رجل البيت ولو حصل حاجة هتيجي في وشي دلوقتي عم معه هو اللي ليه كلمة عليها وبس سامع يا حج خلاص عديها يا نوح خلاص يبقى نقرأ الفتحة صهرة فتحت الباب مرة واحدة وطلعت منه ولسه هتزغرت اتكلم نوح بحدة وقال ما اسمعش صوتك واتكلم محمد وقال تعال يا حبيبتي تعالي زغرتي براحتك وفكك منه لا ما خلاص تدي نفسي معلش يا حبيبتي هو كتب الكتاب امتى عايزة اجيب حاجة احضر بيها اطلبي اونلاين لا انا عايزة انزل واتفرج اتكلم محمد وقال ان شاء الله هيكون بكرة يا حبيبتي قومي جهازي وننزل نجيب اللي يعجبك وانتي يا مصهرة قومي جهازي نفسك هتنزل تجيبي حاجة تحضري بيها اتكلمت وفاق بخجل وقالت لا انا عندي كتير اتكلمت صهرة وقالت يلا يا ففا ما تبقشني كدية ماشي هقومي البس وبعد شوية كانوا كلهم نزلين محمد وقف فجأة لما جي جنب محل الجزارة بتاع المعلم اسماعيل ونوح اتكلم وقال في حاجة يا بابا لا روح انت وانا جاي وراك ماشي يا حاجة بس ما تطولش محمد دخل الجزارة وقرب من اسماعيل وقال له الظاهر ان ابني ما خلاش في وشك حتة اضربك فيها بس لو شفت رجلك جنب العمرة لسكنين فيها مفيش مانع اكسر لك رجليك محمد سابه ومشي والمعلم اسماعيل نده للصابي بتاعه وقال له اطلع وراهم وفي محل الهدوم اتكلم نوح وقال انا قلت لأ يعني لأ ده ديع قوي يو يا عمي شوف ابنك ده الفستان حلو والله معلش يا حبيبتي خودي ده شكله جميل وواسع كمان اه حلو ده وشيك بس ده غالي اتكلم محمد وقال مفيش حاجة تغلع لك يا حبيبتي خف شوية يا حاج انا سيبهلكم اهو اعملوا اللي يعجبكم اتكلم نوح وقال حساب الفستان ده كم لو سمحتي بالخمر والجزمة وكل حاجته وانت تدفع لي ليه ماما هي اللي هتدفع لي طب سكتي محمد قرب من وفاء اللي وقفة بعديب شوية وبتختار حاجة ليها وقال لها ها عجبتك حاجة جايب لي كل حاجة ألوانها فتحة مفيش اي حاجة غمق عن كده شوية اتكلم عامل المحل وقال لا يا مدام هو ده اللي متوافر عندنا والله وانت تلبسي غمق ليه ده اللي في سنك يا دوب لسه بيتجوزه هو انا بقى بجوز بنتي محمد للشخص اللي كان واقف قدامه قال له وريني العباية البيضة اللي متعلقة دي لو سمحت بس دي باين عليها غالية قوي مفيش حاجة تغل عليكي نوح تلفونه رن يا ابني وفي الكافيه نوح تكلم بديق وقال عايزة ايه علية كنت جاي اعتذر منك على اللي بعمله بجد انا اسفى على كل حاجة ونويا ان شاء الله هبدأ جد وهركز في دراستي المهم انك عرفتي ان اللي بتعمليه غلط وانا زي اخوكي لو احتاجتي حاجة في المنهج او اي حاجة وقفت معيكي وبمناسبة الصلح ده عايزة اعزمك على عصير مايصاحش انا اللي هعزمك اوكي هاتلي عصير مانجا لو سمحت نعم يا فندم اتنين عصير مانجا تمام حضرتك عالية غمزت للويتر قبل ما يمشي وقالت ها بقى احكيلي شوية عن المنهج اللي انا مش فاهمة في حاجة لأ انت تروحي تحددي مادة وتحاولي فيها ولو حاجة وقفت معيكي هاتي هالي الويتر جاه وحط العصير نوح وعالية شربوا العصير وهم بيتكلموا نوح فجأة مسك راسه وكان حاسس بدوخة جامدة نوح انت كويس نوح حاول يقوم وقال حاسس اني تعبانت شوية وكان هيقع عالية وقفت ومسكته وقالت شكلك مش كويس يا نوح تعال معي وصلك وبالليل وفاقه ومحمد وصهرة قاعدين ونوح اللي في عالم تاني وفاق بهمس النوح اللي قاعد جنبها انت كويس ها مفيش حاجة يا مرات عمي شايفك سارح من ساعة ما جيت من برة ومش على بعدك لا 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 انا كويس ما تخفيش صهرة معلش يامليلي فنجان قهوة صهرة قامت وقالت حاضر شوية ونوح كمان وقف علشان يسيب بابا ومرات عمه يتكلمه شوية ودخل المطبخ واتكلمت وفاقه وقالت انت هتسيبه يدخل المطبخ وهي موجودة كده عادي هو سابنا ناخد راحتنا وبعدين هيتكلم معها شوية بس وفاق انا مش عاجبني قلقك من نوح كل شوية ده ابني وانا مربيه كويس وعارف حدوده كويس وعارف الحرام من الحلال والصح من الغلط اتناهدت وفاقه وقالت بس برضو ما يصحش لو مش عاجبك الموضوع انا هتكلم معه برضو يا ريت هتكلم معه يكتب الكتاب عليها عشان ما يبقاش فيه حرمانية اتكلمت وفاق بزهول وقالت والله بهذر معاك صهرة دي بنتي وانا مش هكبرها على حاجة بس نوح ابني مش هيسيبها برضو الموضوع منتهي هي لنوح من الاساس اللي رايح بنتي هو اللي هيحصل وراحتها مع نوح صدقيني وجوه اتكلم نوح وقال خلصتي صهر لفت بخضة وقالت انت هنا سبتهم يتكلموا مع بعض كويس علشان انا بحس ان ماما بتتكسف من باباك وكملت بدحك وقالت شفت باباك هيتجوز امي وهنبقى اخوات اخوات ايه هابلة حتى لو تجوزوا بعض هتفضلي بنت عمي يا سلام ويجيبوا ولد ابق انا اخته وانت اخوه واحنا اللي اتنين مش اخوات تنفع فزورة تصدق يجيبوا ولاد ايه هم كبروا على الكلام ده ما انت لسه ايه اللي مبارح انهم صغيرين ايوة بس مش لدرجة يجيبوا لي اخ وانا شحت كده الصراحة مش لايق عليك بس انا نفسي في اخ طب يجيبوا ليك انت يا اختي انا مش عايز انا هجيب لي نفسي بس هيبقى يا ابني بقى اتكلمت صهرة بفضول وقالت امم انت شكلك واقع بقى ايوة طبعا بحب واحدة مين اقول لي عليها بالله عليك لا مش هقولك اقولك ليه طب مفيش قهوة بيت يا بارد محمد من برا قال يلا يا نحن روح شقتنا الوقت اتأخر نحن من جوه قال هاشرب القهوة وجاي يا والدي وتاني يوم صهرة بفرحة قالت مبروك يا ففة مبروك يا عمي لا عمي ايه انا بقيت بابا دلوقتي هو انا طول محمد شريفي بقى بابا مبروك يا والدي مبروك يا مرات عمي استغفر الله العظيم مرات عمك ايه يا بغل انت امه لا اقول لها ايه اقول لها يا طانت الباب خبط وصهرة اتكلمت وقالت هافتح انا صهرة اتجهت للباب وفتحت وقالت نعم اتكلمت علي وقالت مش دي شقت والد نوح ايوة طب ممكن ادخل عايز اتكلم معايا اتفضلي علي وصهرة دخلوا ونوح باستغراب علي بتقول انها عايزة حضرتك يا عمي اتكلم محمد باستغراب وقال نعم يا بنتي في حاجة معلش يا عمي بوصل لك يوم زي ده بس دي سمعت عيلة ومستقبلي في ايه يا بنتي قلقتيني انا عارفة ان نوح وعمر وما كلمك عني بس انا ونوح زمايل في الكلية وكملت بدموع وقالت بس من كام شهر كده كنا في حفلة وشربنا كتير وما حسناش بنفسنا و و وبعدها نهرت من العياط واتكلم محمد وقال ايه دي يا بنتي وفاهميني انا حامل من ابنك اتكلم نوح بحدة وقال عاليا ايه الهبل ده انا مبصهرش اساسا وكنت عارف ان انت انسانة كدابة ومستحيل تتوبي بطل يا نوح تقاوح باباك عارف كل حاجة انت خايف من ايه ولو مش مصدقني يا عمي طلعت التليفون وقالت دي سوارنا سوا اتكلم نوح وقال ازاي وحنا كنا سكرانين على حسب كلامك خفت خفت يحصل اللي بيحصل دلوقتي علشان كده اول مصحيت صورت الصور دي علشان لما تكلم يبقى معي يا دليل وبعدين ما تنكرش يا نوح انا مش لسه مكلمك النهاردة في الموضوع وانت زعقت فيا وسبتيني ومشيت وانا هددتك اني هقول لباباك على كل حاجة محمد رفع وشه من على التليفون وبصله هو فعلا لاحظ توتره النهاردة وشروده وتكلم نوح وقال يا بابا البيت دي كدابة اطلع برا يا نوح وما شوفش وشك هنا يا بابا قلت اطلع برا نوح سابه مطلع بعصبية وتكلمت علي بحزن مزيف وقالت اعتبرني زي صهرة حضرتك ترضى يحصل فيها كده لا يا حبيبتي وانا ذات نفسي هجيب لك حقك وهيتجوزك انا همشي دلوقتي يا انكل واتمنى تحلي الموضوع في اقرب وقت تصبح على خير علي مشيت ومحمد قام وبين عليه علامات الحزن وقال يلا عشان نروح شقتي انا يعني هقعد هنا النهاردة عشان تاخدوا راحتكم اتكلمت وفاق وقالت لا طبعا مستحيلة سيبك تعودي لوحدك امك معاها حق يا صهرة انا هقفل على نفسي الشقة كويس ما تخافوش علي وانا قلتلك لأ عشان خطر يا ماما عشان تبقوا على راحتكم انت وعمي النهاردة من بكرة لفجرة لقيك في الشقة حاضر والله محمد ووفاق مشيو واول ما دخلوا شقتهم من لقصات شقتها طلعت على فوق جاري نوح كان قاعد بحزن صهرة قاعدت جنبه لكن على مسافة معقولة وقالت من زمان ما شفتكش مسك سجارة نوح ما ردش عليها لكن صهرة كملت وقالت على فكرة انا عارفة انها كدبة وانت ما تعملش كده نوح رفع وشه وقال يعني انت مصدقة ان ما عملش كده ايوة امالكو انت سكتة ليه تحت حبيت اشوف اخر تمثليتها نوح بتسم وقال انا مبسوط انك مش مصدقها مع ان معها صور على فكرة عمي كمان مصدقك بس مش عارفة عمل كده ليه المهم لازم نفكر نسبة ازاي انها كدابة وفي شقة محمد وفاق حطت ايديها على كدفه بدعمه وقالت على فكرة نوح ما يعملش كده عارف بس البنت معها صور يعني انت مصدقه ده تربية ايدي بس انا خايف من البنت باين عليها واصلة ومتغزى من نوح وانعارف البنات اللي زي دي كويس لو ما حصلش اللي هي عايزاه بتعمل اي حاجة علشان تدمر اللي رفاضها وتنتقم منه ان شاء الله هنلاقي حل نام دلوقتي والصبح هتتحل ان شاء الله وتاني يوم صهرة وعالية معهم نوح وقاعدين وتكلم نوح وقال عايزة ايه عالية اعتذر قدام الدفعة كلها وتطلبن باصحاب وانا هرفض ولو ما عملتش كده كل صورك اللي معي هتوصل لحارتك واظن ان حارتك البسيطة مش هترضى ان واحد زيك يعيش وسطهم اتكلمت صهرة بن فعل وقالت انت بنت مش محترمة وما تربتيش نوح مسك ايديها وقاعدها وقال لها اسكت انت يا صهرة وكمل لعالية وقال انت بتحلمي يا عالية وانا مش هعمل كده واضربي دماغك في اقرب حيطة نوح خد صهرة ومشي عالية طلعت التليفون واتصلت بشخص وقالت هبعتلك صور ليه مع بنت واعتقد ان الصور دي هتخليه يطلع من البلد بفديحة وانت يبقى حلال عليك الجربوعة بنت عمه اللي اسمها صهرة دي وانا حلال علي زلهولك وبهدلهولك لمو اخذة يا هانم هي الصور دي حقيقية لا الصور دي من الفابريكة بس ما حدش هيعرف يفرق بينهم وبين الحقيقي ما تخافش يا معلم اسماعيل وبرا اتكلمت صهرة بتوتر وقالت هنامل ايه دلوقتي لو بعطت الصور لأهل الحارة هما مش هيخلوك تعيش فيها بجد مش عارف اركبت دلوقتي نروح ونشوف حل اتكلمت صهرة بحماس وقالت انا جاتني فكرة ايه هي انا لاحظت ان الصور اللي معاها مكتوب فيها تاريخ التصوير اللي هو تقريبا حسب ما اخدت بالي كان اول مبارح انت كنت فين ساعتها نوح افتكر لما جي هنا وشرب معاها العصير وتكلم بهدوء وقال اركب يا صهرة وفي بيت محمد صهرة ونوح كان رجعوا ومحمد قال قابلتوها اتكلمت صهرة وقالت دي بنت قللت الادب والرباية اعترفت بكل بجاحة ان الصور مش حقيقية رد محمد وقال بس انا متأكد انها مش متفابركة اتكلم نوح وقال من يومين طلبت مني اني قابلها علشان عايزاني في حاجة مهمة رحت قابلتها واعتذرت مني على موقف حصل في الجامعة وقصرت انها تعزمني على العصير اول ما خلصت العصير حسيت بدوخة هو مش فاكر حاجة بعدها ايوة يا عمو ده نفس التاريخي اللي مكتوب على الصورة قدامهم وقالت طب هنعمل ايه دي الوقتي رد محمد وقال مش عارف وفي الوقت ده الباب خبط واتكلمت صهرة وقالت هقوم افتح وقال خدي امك ودخلي جوا ليه رد محمد وقال اسمعي الكلام ودخلي جوا يا صهرة نوح فتح وكان المعلم اسماعيل ومعه شوية رجالة من اهل الحارة الرجالة دخلوا بالندفاع المعلم اسماعيل قعد والرجالة اللي معاه وتكلم محمد وقال خير يا معلم اسماعيل وهيجي منين الخير والحارة فيها شباب زي ابنك ليه ما لبني يا معلم اسماعيل صور ابنك مع البيت اياها بقت مع الحارة كلها وإيه اللي خلاك وصل كده أن الصور حقيقية مش متفبريكة نوح قلت بهدوء وقال هو ممكن برضه تبقى متفقى مع حد من أهل الحارة قصدك يا ابن محمد محمد طلع التليفون وشغل تسجيل المكالمة اللي بينه وبين عالية وتكلمه قال وتكلم نوح وقال أظن كده كل حاجة وضحت يا معلم إسماعيل والتسجيل ده هيبقى مع الكل زي الصور بالضبط المعلم إسماعيل نزل وش بحرج والرجالة حقك علينا يا محمد بس انت عارف احنا بنخاف على بناتنا برضو ولا يهمكم أنا معايا بنت برضو وكنت أخاف عليها بس ياريت ما نمشيش وراء أي كلام وخلاص احنا عسفين يا محمد مرة تانية الرجالة مشيت ووفقه وصهرة طلعه وصهرة بفرحة برافو هايوة كده هاديله على دماغه بس ازاي هي في التسجيل بتقول متفابريك وانت بتقول حقيقي رد نوح وقال خايفة على نفسها أو يقول عليها بنت شمال ردت صهرة وقالت ماهيش مال بجد ونوح طب يا حاج فرحنا بيك وخلاص مش المفروض دوري بقى شوف انت عايز تتقدم لمين وانا معاك والله يعني انت مش عارف مين صهرة قربت من محمد وقالت هايوة يا عمي هي مين قولي والنبي هموت وعرف نوح بيحبك انت يا صهرة صهرة استغربت شوية وقالت بيحب مين انت يا صهرة وكذا مرة يطلب ايدك واقول لامك تقولي لسه صغيرة بس انت دلوقتي كبرتي وبقيت عروسة زي الامر ها ارد على الشحط ده بايه اتكلمت صهر بتوتر وقالت انا يعني مش عارفة اتفاجئت ممكن بس شوية وقت افكر رد نوح وقال تفكري ايه يا اما كتب الكتاب اخر الشهر وتكلم محمد وقال بس يالا براحتها عروستنا اللي يعجبها واللي هي عايزها هو اللي هيحصل وفي مكان تاني الشاب بتكلم وقال سمعت ان فيه صور مالية الجامعة لكي مع نوح ومعها ريكورد انك كنت عايزة توقعي اتكلمت علي بغضب وقالت ها اسكت يا حسام اسكت بدل ما اومة موتك واخلص منك انا بابا طردني من البيت وما انا عني المصروف اتكلم حسام وقال سكتة هو وبعد مرور شهر صهر بديق عمي تعال شوف ابنك ده كده كتير بجد اتكلم نوح وقال يوه كل مرة نفس الموال وتقريبا نفس الفستان بتاع كتب كتاب والدي ما هو عجبني يا نوح ونفسي اجيبه وانا قلت لأ ممكن اجيبه لك يا روحي بس لو هتلبسيه في البيت على عيني وعلى راسي لكن تحضري بيه كتب الكتاب بتاعنا لأ انا مش هحضر كتب الكتاب الا بالفستان ده هتحضري ومن غير الفستان ده يا صهرة وهنشوف وتاني يوم بعد كتب الكتاب اتكلم نوح وقال الفستان اللي اخترته يجانن عليك يا روحي هو فعلا حلو مش قلتلك ده زوء نوح محمد برضو وبعد سنة محمد قدام العمليات هو ونوح وبيقول ها اسطر يا رب يا رب اسطر يا رب اتكلم نوح وقال حبكت يعني حاج تحمله معنا اهو لا عارف اطمنك ولا اطمنني ها اسكت ودعي لمراتك ربنا يقومها بالسلامة طلعت الممرضة وقالت مبروك جالكم ولدين زي الامر اتكلم محمد وقال الحمد لله الحمد لله وهم كويسين ها ايوة كويسين وتقدر تدخله وتتطمنه عليهم محمد ونوح داخل للقوضة وكل واحد قعد جنب امراته ومحمد قال الفحمد الله على السلام يا حبيبتي وتكلمت صهر بتاعب وقالت هتسميه ايه يا نوح هتسميه محمد على اسم الحج وانت يا حج هتسمي ايه هتسمي يا عقوب وكمل لوفقه قال ربنا يخليكي ليه يا حبيبتي انتي وبنتك وتفضله استند والخير لينا على طول وتكلم نوح بحبه وقال يا رب والحد هنا خلصت قصتنا واتمنى تكون عجبتكم واستنوني في قصص تانية كتير دمتم في امان الله